طبعا مثل ما ذكرت أنه في نبوات عديدة في الكتاب المقدس مئات من نبوات لكن للاختصار أنا رح أتكلم عن بعض النبوات اللي بتتعلق في ميلاد ربنا يسوع المسيح طبعا الله ما أخفى عن الإنسان لأنه الله يعلن سره لعبيده وأن الله يتكلم من خلال أنبياء القديسون مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح فرب يسوع هو كلمة الله المتجسد اتخذ جسد في ملء الزمان فمن بداية الأيام عندما أخطأ آدم وعسى ربه وطبعا دخلت الخطيئة إلى الجنس البشري وأصبح آدم الممثل الرئيس الشرعي للجنس الآدمي الجنس البشري اللي اتورثنا الخطيئة عن آدم لكن برضو من هذه اللحظة في سفر التكوين إصحاح 3 وآية 15 الله بيعطي الوعد الأول وهذا الوعد تم في ولادة ربنا يسوع المسيح من خلال القديسة مريم العذراء من خلال امرأة وتمت أيضا في صلب يسوع المسيح على الصليب في سفر التكوين إصحاح 3 آية 15 بيتكلم عن يسوع المسيح الذي سيأتي من نسل المرأة لم يقل من نسل الرجل والمرأة فولادة المسيح عذروية اللي بعد فترة زمنية بحددها في النبوات فمكتوب من نسل المرأة سيصحق رأس الحية اللي هو الشرير الشيطان التنين أو الحية القديمة وفعلا على الصليب المسيح هزم الشيطان وجرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه لكن تتمت هذه النبوة كما قال رسول بولوس إلى كنيسة غلاطية لصح الرابع والآية 4 ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني موسيقى